تغذية مرضى الكبد الأول الكبد ده من الأعضاء الكبيرة في جسم الإنسان كمان خلاياه متجددة ودي حاجة عظيمة جدا لأنه هو بيقوم بوظائف عدة ووظائف مهمة جدا أكتر من 500 وظيفة بيقوم بيها وبالتالي هو من الأعضاء الحيوية والأساسية في نفس الوقت بالنسبة لجسم الإنسان ففكرة تجدد خلاياه دي حاجة جميلة ممكن الكبد يشتغل لو فقط 3 ربع خلاياه يقدر يشتغل بشكل كويس لو إحنا قدمنا الوجبات المناسبة بالنسبة له قدمنا للكبد وظائف كتيرة أول حاجة في التمثيل الغذائي تمثيل الغذائي تمثيل الغذائي تعالوا نشوف دوره في التمثيل الغذائي للبروتينات البروتينات طبعا مصدر من مصادر الطاقة بيتم هضمها وبعدين في الآخر خالص اللي بيتم امتصاصه الأحماض الأمينية يعني في الآخر بتكسر البروتينات دي وبتحول إلى المادة الأولية بتاعتها اللي هي الأحماض الأمينية الأحماض الأمينية دي نواتج هضم البروتينات تحمل إلى الكبد يتم حملها إلى الكبد ثم بعد ذلك تحمل إلى الكبد تمام؟ بعد كده الكبد ياخد جزء من الأحماض الأمينية دي ويكون البروتينات دي واحد بيكون بروتينات الدم بروتينات الدم ورتينات الدم عندنا الفبرينوجين كمان البروسرومبين الألبومين ومعظم الألفة والبيتا جلوبيولين ماشي؟ بيكون الإنزيمات البروتينية بعض الهرمونات مونات كمان بيشارك في بناء الخلايا بعض الأحماض الأمينية بياخد منها أو بيزيل منها مجموعة أمين مجموعة الأمين دي يدخلها في تكوين البولينة في عندنا الـ 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 النشادر ده بيطلع نتيجة عملية تمثيل الغذائي بتاع الأحماض الأمينية أو البروتينات وهو خطر جدا على الجسم أو تعتبر مادة سامة وبالتالي الكبد بيحولها من مادة سامة إلى مادة غير سامة تطرح عن طريق الكلا بيعمل الكلام ده ازاي بيجيب حمض أميني وياخد منه مجموعة أمين والهيكل يضيفها للنشادر تتحول بولينة وبعدين يطردها للكبد طب والهيكل اللي باقي من بعد ما خد مجموعة الأمين يقوم برضو يقدم خدمة جديدة اسمها جلوكونيوجينيسيز دي عملية تخليق للجلوكوز اللي هو مصدر للطاقة من مصدر غير كاربوهايدريتي تمام ما هواش كاربوهايدريت ده هو يعتبر بروتين نحن خدنا الهيكل بتاع الحمض الأميني بعد ما نزع منه مجموعة الأمين اللي راح تخلها عند النشادر عشان تتحول من مادة سامة إلى البولينة اللي هتطرح عن طريق الكلا في البول والهيكل اللي باقي هيرميه لا بيستخدمه بيحوله إلى جلوكوز يعني مصدر للطاقة تمام نيجي بقى كمان بيعمل ايه ليه دور في التمثيل الغذائي للدهون او المواد الدهنية دوره ايه اول حاجة الكابد هو المسؤول عن تكوين الكوليستيرول الفوسفوليبد اللايبوبوروتين اللايسيسن تمام برضو مسؤول عن تكوين الاجسام الكيتونية اجسام الكيتونية الكابد نا الدهون دي لا تزوب في الماء صح يعني الاحماد الدهنية دي الجسم مش هافي يستخدمها كطاقة الا اذا اتحولت لأجسام كيتونية هتحول أجسام كيتونية فين في الكابد الدهون تانستي لايبوبوروتين ودوال اللي بنعملهم فين الصور الطار صورة الدهون بالنسبة للكوليستيرول بنعمل توتال كوليستيرول بعدين لايبوبوروتين هاي but دور الكبد بقى بالنسبة للمواد الكاربوهايدراتية المواد الكاربوهايدراتية هي عبارة عن ايه Då كاربوهايدراتية دي عبارة عن السكريات والنشويات دور الكبد ايه دول يتحولوا بعد عملية الهضم إلى جلوكوز الجسم بيستخدم الجلوكوز كطاقة صح؟ طب والزيادة تروح الكبد تتحول إلى جلايكوجين هنا هرمون مين المسيطر؟ الإنسولين طيب جلايكوجين إذا قلت جلوكوز أو قلت الطاقة في الجسم يبدأ يتفكك أثناء عملية الصيام وبين الوجبات ولو حصل نقص في الطاقة لأي سبب من الأسباب فيبدأ الجلايكوجين ده تاني يتحول إلى جلوكوز عشان يستخدم كمصدر للطاقة يبقى لما زاد الجلوكوز يتحول إلى جلايكوجين في الكبد ويروح يتخزن في الكبد والعضلات وبعدين يزيد أو حتقل عندي الطاقة إذا قلت الطاقة وقل معدل جلوكوز الدم يقوم يتفكك الجلايكوجين اللي موجود في الكبد تحت تأثير هرمون اسمه جلوكاجون الجلوكاجون ده يحول الجلايكوجين إلى جلوكوز ويبدأ الجسم يستخدمه من الوظائف المهمة جدا أيضا تخليص الجسم من السموم ومن المواد الزايدة زي بعض الأدوية الهرمونات يبقى بيخلص الجسم من المواد الضرة تخليص الجسم من المواد الضرة والسموم الكبد بيحول مواد السمه إلى مواد غير سمه عشان ما تضرش الجسم بيقوم بإبطال مفعول الزيادة من الهرمونات الأدوية أدوية مثلا زي المورفين والبرفتيوريت وعندنا الهرمونات زي السيدات اللي بتاخد هرمونات منع الحمل دي ممكن يبقى فيها زيادة يبدأ الكبد يتعامل معيه نجي بقى بيخلق لنا أو بينتج الصفراء انتاج الصفراء مهم جدا عشان عملية هضم الدهون الكبد بينتج تقريبا حوالي من نص لتر إلى لتر يعني من خمسمائة إلى ألف ميلي من الصفراء كل يوم يتخزن منهم أربعين إلى خمسين ميلي في المرارة الصفراء فيها ايه؟ فيها أملح صبغات صفروية أملح سوديوم أملح كاليسيوم تمام؟ أيونات بيكربونات كولورايد وعندنا كوليستيرول فوسفليبد ليسيسين تمام؟ طيب تقوم أملح الصفراء دي بتحويل الدهون إلى مستحلب دهني مستحلب دهني عشان يتم عملية الهضم لدينا نوعين من الصبغات الصفروية أول حاجة لدينا صبغة اسمها البلي روبين البلي روبين والصبغة دي لونها إيه؟ لونها أحمر وبلي فردن بلي فردن بلي فردن ودي لونها أخضر تمام؟ يبقى البلي روبين لونها أحمر البلي فردن لونها أخضر عندنا نوعين من الصبغات بلي روبين لونها أحمر بلي فردن لونها أخضر بيتم تكوين الصبغات دي بواسطة الكبد كناتج أو هو بيطلحها منين؟ من احنا عندنا كرات الدم الحمراء ليها كام؟ ليها عمر؟ 120 يوم تقريباً فلما تتكسر خلايا الدم الحمراء يقوم الكبد ينتج بقى من نواتج التكسير دي البلي روبين والبيلي فردن بعد ما نأكل واجبة فيها دهون تقوم تنزل الأسارة الصفروية على الأمعاء في عندنا بكتيريا في الأمعاء البكتيريا اللي موجودة في الأمعاء تحول الصبغات دي إلى مركب جديد اسمه يورو بلينوجين تمام؟ يورو بلينوجين هو ده اللي بيدي اللون بتاع البراس طيب جزء اللي هو اللون البني اللي احنا عارفين اليورو بلينوجين جزء منه يعاد امتصاصه تاني على الكبد طبعا الكبد عندنا وظيفة مهمة جدا اللي هي عملية تخزين بعض المواد والعناصر الغذائية الكبد بيخزن بعملية تخزين بيخزن ايه؟ اول حاجة الفيتامينات اللي بتضوب في الدهون التي تزوب في الدهون زي مين؟ زي فيتامين اي؟ فيتامين ك و اي و دي طيب عندنا برضو واحد من الفيتامينات اللي بتضوب في المية اللي هو فيتامين بي اتناشر ايه ده؟ عش انتي قلت ده اللي بتضوب في المية ده بيتم افرازه اول باول؟ نعم لكن واحد من بي كومبلكس فيتامين بي المركب اللي هو فيتامين بي اتناشر ربنا سبحانه وتعالى بيسمح بتخزينه فين؟ في الكبد ليه اهمياته عظيمة جدا ومهم جدا بالنسبة لتخليق الاربيسيز وبالنسبة للاعصاب فهو من الفيتامينات اللي احنا ما نقدرش نستغنى عنها نهائي وبالتالي هو بيتخزن في الجسم فيه كمان عندنا الحديد على هيئة في الريتين الطاقة نسألينها من شوية الجلوكوز الزيادة تخزن على هيئة جيلايكوجين فيتامين فيتامين ده اللي يتحول من الصورة الغير ناشطة الى الناشطة عندنا طبعا زينك ماغنيسيام ودول مهمين جدا جدا في تصنيع او تخليق الانزيمات بعض الانزيمات لي يتلمار عندنا��� على خلايا الكبد ما هو اسباب تدمير خلايا الكبد فاهاصان وفعت